زي ما احنا شايفين كده الموبايل هيفتح معانا عادي جدا زي ما احنا شايفين كده بدون فقد اي سور او اي فيديوهات تابع معانا الشرح للنهاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم في حلقة جدا من حلقاتنا بناء على طلب حضراتكم النهاردة هنتعلم ازاي نقدر نفتح الموبايل لو نسينا النقش او الباسورد بطريقة سهلة وبسيطة جدا 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 وبدون فورمات او روت وبدون فقد اي سور او اي فيديوهات وطريقة سهلة جدا 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 وبدون اي اه فورمات او اي حاجة من حاجات دي اول حاجة هنبدأ ندخل النقش بالشكل ده ولكن زي ما احنا شايفين كده هيبدأ يقولي النقش خاطئ او الباسورد خاطئ وهيبدأ يعد معايا بعض السواني بالشكل ده هنبدأ نخش على مكالمة التوارق وهنبدأ نكتب الكود ده ولكن تكتب الكود بشكل صحيح وما تكتبش رقم قبل رقم ولا رقم بعد رقم وما بدايا بشكر كل الناس اللي كتابتلي كومنتات جميلة في الفيديو اللي فات بشكركم جدا 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 وبشكركم ايضا على اهتمامكم بفيديو كيفية شاحن الموبايل بدون شاحن فيديو اكتر من رائع لو اول مرة تشوف نخش شوف الفيديو ده لان الفيديو ده في غاية الاهمية وفيديو ناس كتير استفادت منه بشكل كبير جدا 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 بشكركم على كلامكم الجميل في الفيديو في الفيديوهات وفي الكومنتات وبشكركم ببقى سعيد جدا لما حد يقولي الطريقة نجحت معايا بشكركم جدا 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 وان شاء الله يكون عند حسن اول حاجة نبدأ نضغط على شباك واحد اربعة ولكن ملحوظة اهم حاجة تكتب الكود ده بشكل صحيح وما تكتبش رقم قبل رقم ولا رقم بعد رقم شباك واحد اربعة اربعة ستة خمسة تمانية وبشكركم على كلامكم الجميل في الكومنتات في الفيديوهات الاخيرة بشكركم جدا 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 وبقى سعيد جدا لما لقى حد يكتب لي الطريقة نجحت معايا سواء في شاحن موبايل بدون شاحن او كيفية فتح الهاتف لو نسيت النقش او كلمة المرور وبقى سعيد جدا لما حد يكتب لي ان الطريقة نجحت معايا ستة خمسة واحد اتنين اما حاجة تكتب ورايا الكود بشكل صحيح شباك واحد اربعة اربعة ستة خمسة تمانية سبعة اربعة تمانية ستة خمسة واحد اتنين اربعة بالشكل ده تسعة خمسة تمانية واحد اربعة والعلم ان الكود ده احيانا بيشتغل من تاني مرة او تالت مرة فلو الكود ده مشتغلش من اول مرة جربه تاني مرة هيشتغل معاك عادي جدا 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 لو مشتغلش من تاني مرة جربه تالت مرة لو مشتغلش اكتب لي نوع موبايلك في خانة الكومنتات تحت وانا في اقرب وقت ممكن اعمل عنه فيديو على طول ولكن الاولوية للمشتركين في القناة وينفعالين زر الجرس واكيد اللي عاملين لايك على الفيديو فده الاولوية اكيد بتبقى ليهم ولسرعة الرد وسرعة التواصل سيب اكتر من كومنت بنوع الموبايل بتاع حضرتك هتلاقيني بتواصل معاك بشكل سريع فبالتالي لسهولة التواصل سيب اكتر من كومنت تسعة تمانية ولكن في معزم الاحيان اضطراب تشتغل من اول مرة عادي جدا السبعة اربعة ونادر لما تشتغل من تاني مرة او تلك مرة نادر جدا يعني فان شاء الله اول ما هتدخل الكود ده هيشتغل معك على طول واحد خمسة وبحب اطمن حضراتكم ان الكود ده بدون فورمات او رود يعني ده بيخش على نظام التشغيل الخاص بكلمة المرور فبيلغيها على طول مالوش علاقة بالفورمات ومالوش علاقة بالذاكرة الداخلية اللي موجودة في الموبايل او كارت المومير والافضل نتشيل كارت المومير لو موجود في الموبايل بتشيله برضو زيادة تأكيد ولكن هو مالوش علاقة بالتخزين خالص هو ليه علاقة بالجزء الخاص بالباسورد فقط لا غير ده لتأكيد بس واحد خمسة اربعة سبعة خمسة والكود ده ما بيخش على الموبايل بمعنى صح بيخاطب الجزء الخاص بالباسورد او النقش فقط ده لتأكيد عشان الناس بتقول لي هو حضرتك الطريقة دي بتفرمك بتمسح ما فيش الكلام ده خالص الجزء ده خاص بالنقش فقط اربعة سبعة تسعة وهنبدأ نضغط على شباك وهنبدأ نعمل اعادة تشغيل للموبايل مش اقاف تشغيل هنبدأ نعمل اعادة تشغيل للموبايل مش اقاف تشغيل بالشكل ده كده هيبدأ الموبايل يراستر معانا بدون طلب اي باسورد او نقش وهيبدأ يشتغل عادي جدا للتأكيد ان الكود ده لبعض انواع الموبايلات مش لكل الموبايلات دي اول نقطة تاني نقطة ان الكود ده في بعض الاحيان بيشتغل من تاني او تالت مرة فلو الكود ده ما نسيبش نوع الموبايل بتاع حضرتك بعد ما تعمله مرة واثنين وثلاثة حضرتك بتسيب لي نوع موبايلك بالتفصيل في خانت كومنتات تحت ولكن الاولوية للمشتركين في القناة ومفعلين زر الجرس واكيد اللي عاملين لايك على الفيديوات بعد كده هنبدأ نعمل اعادة تشغيل للموبايل هيبدأ الموبايل يراستر معانا عادي جدا وبعد ما هنعمل اعادة تشغيل للموبايل الموبايل هيبدأ يراستر معانا وهيبدأ يفتح معانا عادي جدا بدون فقد اي سور او اي ملفات وكل حاجة بتبقى موجودة عادي جدا بتبدأ تخش وتعمل كلمة مرور جديدة او نقش جديد بكده نكون وصلنا لناية حلقتنا سلام